اشتركوا في القناة ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس رد فعل صادم من مدرب مصر بعد الخسارة أمام المغرب في أولمبياد باريس أكد مصدر داخل اتحاد الكرة حسب موقع آرام المصري أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبيا المصري أخبر المسؤولين برحيله عن الفريق والاعتدار عن الاستمرار في العمل بعد الخسارة القاسية أمام المغرب وسجل المغرب هدفين في الشوط الأول وربعية في الشوط الثاني يفوز بالستة لسفر على مصر في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس وأضف دات المصدر أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصرية طلب من ميكالي عدم التصرع في القرار والصبر إلى حين العودة إلى مصر وتبع أن ميكالي يشعر بالحزن من نتيجة مباراة المغرب ولكن طلب من إدارة اتحاد الكرة عدم تحمله المسؤولية خاصة أن طلباته لم تنفد وأتم أن المدارب البرازيلي أخبر اللاعبين والجهاز المعاون برحيله عن المنتخب الأولمبي وتعرضت مصر لأول هزيمة في الوقت الأصلي بالبطولة لكنها عادلت رق رغم ذلك أفضل نتيجة لها في الأولمبياد باحتلال المركز الرابع كما فعلت في عامي 1928 و1964 خبر عاجل نادي أوروبي عالمي يقدم مبلغا خيالي لتعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي بشكل فوري دخل نادي فيرونتين الإيطالي سباق الضفر بخدمة نجم وسط ميدان المنتخب الوطني المغربي الأولمبي أمير ريتشاردسون من نادي سطادريمس الفرنسي وكشف الصعفي الشهير فابريزي رومانو المتخصص في انتقالة اللاعبين عن عرض النادي الإيطالي مبلغ 10 مليون يورو لضم الدولة المغربية الشاب الذي أبهر الجميع في أولمبياد باريس وقال رومانو في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أن النادي الإيطالي فيرونتين يستعد للتعاقد فورا مع المغربي ريتشاردسون دول 22 عاما بعدما قدم مستوى رائع رفقة المنتخب الوطني المغربي الأولمبي الذي فاز ببرونزية الأولمبياد ويضيف المتحدث أن الدولة المغربية على مقربة من الانتقال للدولة الإيطالية حيث يجري فحوصات طبية خلال الأيام القليلة المقبلة لتوقيع عقد الانتقال وزير الرياضة المصر يدعو لاجتماع طارئ مع الأولمبياد المصرية دعا أشرف صبحي وزير الرياضة المصري لاجتماع طارئ مع مسؤولي اللجنة الأولمبية المصرية ويأتي ذلك بعد الخسارة القاسية للمنتخب المصري أمام المغرب بناتجة الستة للسفر في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث بأولمبياد باريس 2024 وذكر موقع كورا أنه علم من مصدر داخل اللجنة الأولمبية أن أشرف صبحي دعا لعقد جلسة طارئة مع ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية لمناقشة أسباب النتائج الهزيلة في أولمبياد باريس وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش الترتيب للمرحلة القادمة ما بعد الأولمبياد مع ضرورة الدعوة لانتخابات عجلة من أجل مناقشة مصير الاتحادات ولم تحقق مصر حتى الآن سوى ميدالية برونزية وحيدة في أولمبياد باريس 2024 عن طريق محمد السيد في سلاح المبارزة سوفيان رحيم يحقق 30 رقما قياسيا هذا الموسم حقق هدف المنتخب المغربي الأولمبي سوفيان رحيم مشاركة تاريخية له وللمنتخب المغربي في نسخة أولمبياد باريس 2024 بتحقيقه للميدالية النحاسية مع أصود الأطلس وخلال مشاركته الأولى في المصابقة أضحى رحيم الهدف التاريخي للمغرب في مصابقة قارية أو دولية في نسخة واحدة مسجلا ثمانية أهداف تجاوز بها رقم الأسطورة أحمد فرس وتعادل مع عدة لاعبين سجلوا ثمانية أهداف في نسخة واحدة وبات المغربي الوحيد الذي يسجل في كل لقاءات الأولمبياد توليا أتبعها برقم نادر بإحرازه تنائيتين في مرمى منتخبين مختلفين واستهم سوفيان رحيم في منح المنتخب المغربي فوزا تاريخيا ضد مصر وهو رقم لم يتحقق منذ 52 سنة بمعادلته لأكبر فوز في تاريخه في الألعاب الأولمبية بالستة للسفر وهو السابع في تاريخه في المنافسة ومنحه أكبر عدد من الانتصارات بنسخة واحدة بأربع مرات وبات التاني إفريقي وعربي يسجل في خمس لقاءات تواليا مكملا مشواره المبهر بمنح الأسود تأهلا تاريخيا لأول مرة للدور الربع ومحققا النحاسي وأضحى المغربي الوحيد الذي تجاوز حاجزت 30 هدفا بالعام وجاءت باقي الأرقام الأخرى جماعية حكيمي أدعو اللاعبين أصحاب الجنس المزدوجة أن يلعبوا للمغرب ومساعدتنا للقيام بأشياء كبيرة دعا النجم المغرب أشرف حكيمي اللاعبين الذين يحملون جنسية مزدوجة إلى اختيار تمتيل المنتخب المغربي بدلا من منتخب البلد الذي ولدوا فيها كما فعل هو ونجوم أخرين ولا يخفي حكيمي فخره واعتزازه باللعب للمغرب رغم أنه كان بإمكانه اختيار إسبانيا قبل سنوات إلا أن نجم باريسان جرمان يفتخر بأصوله وجدورها وقد وجه رسالة لللاعبين الشباب عقب التتوجب الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية وقال حكيمي في الندوة الصعفية التي تلت مباراة الترتيب ضد مصر بعد الإنجاز التاريخي الذي حقناه في كأس العالم 2022 فتحنا الباب أمام باقي المنتخبات العربية والإفريقية وأظهرنا للكثير من الناس أن الأفارق بدورهم يستطيعون فعل أشياء كبيرة واليوم شهد العالم منتخبين إفريقيين يلعبان كرة قدم جميلة وأننا نستطيع القتال ضد أي بلد وهذا يعني الكثير بالنسبة لنا وللأجيال القادمة وأضف هناك لعبون يحملون الجنسية المزدوجة ومثل ما حدث معي كان لدي الإختيار بين إسبانيا والمغرب الآن ومع ما يحدث في كرة القدم المغربية فإنهم سيرغبون في اللاعب مع المغرب ومساعدتنا للقيام بأشياء كبيرة لبلدنا وأتمنى أن يأتوا للعب معنا يذكر أن المنتخب المغربي الأولمبية أصبح أول منتخب عربي يتوجب ميدالية أولمبية في كرة القدم عقوب فوزه الكبير على نظره المصري بسوداسية نظيفة هذه أبرز العناوين رد فعل صادم من مدرب مستر بعد خسارته أمام المغرب في أولمبياد باريس خبر عاجل نادي أوروبي عالمي يقدم مبلغا خيالية لتعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي بشكل فوري وزير الرياضة المصري يدعو لاجتماع طارئ مع الأولمبية المصرية